نظمت اليوم مزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون والبنك العالمي ورشة تدريبية حول المشاريع ذات الأولوية المناسبة جرت بفندق بلازا بحضور الأمين العام للوزارة وممثل البنك العالمي محمد الأمين أحمد من أجل تطوير وتحسين البيئة الملائمة لإنفاذ المشاريع التي ترمي إلى تقوية الكفاءات الوطنية لأجل بلوغ الأهداف المرسومة للبلاد جاءت ورشة دعم تحليل المشاريع ذات الأولوية المحددة والتي نظمتها وزارة الاقتصاد والتخطيط والتنمية بالتعاون مع البنك الدولي الشريك الأساسي للبلاد وعليه فإن الحكومة الشادية وشركائها العامة والخاصة تضع في حسبانها أهم عوائق التنمية التي تتمثل في غياب البنى التحتية الأمر الذي ساعد على تنظيم هذه الورشة التشاركية لبلورة بعض الأطروحات المتمثلة في المجالات الاقتصادية وطرق إصلاحها بالوسائل المتاحة في البلاد ويشار هنا أن الحكومة الشادية تضع كافة قدراتها وخلاصة أفكارها لأجل الحصول على الجوانب القانونية التي تمكنها من بلوغ التنمية وتعمل على إعداد وثائق ومشاريع لتحديد أولويات المجالات التنموية وتقترح بعض الحلول على الداعمين ألا هتجدوا مخرجا للاستفادة من خبراتهم والحصول على دعمهم لأجل اجتياز هذه المرحلة علما بأن تطوير وتحسين البيئة المشجعة لإنفاذ المشاريع وإعداد البرامج الهادفة والمدعومة باستراتيجيات طموحة أعدتها البلاد لبلوغها حتى عام 2030 اشتركوا في القناة